أخذ مدام آيات علو علو الحمد لله بخير اتفضلي لو سمحت يا عايز أكلم الشيخ في موضوع بعيد عن موضوع الحلقة اتفضلي لو سمحت يا شيخ ولو في واحدة مكتوب كتابها ويعني ممكن جدها يقرب منها الكلام ده بس هما لسه ما فيش إشهار قدام الناس اللي هما دخلوا كده فده يبقى حرام ولا حلال ولو مثلا نجي حلف عليها بالطلاق في حاجة ده يجوز عليها ولا ما يجوز شكرا لي طبعين آيات طب خلينا نجاوب أو نكمل الإجابة التعامل لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الأسرار الأسرار شوفي حضرتك مدام لمياء قديما قالوا إن خزناء وأمناء الأسرار أقل تواجدا من أمناء الأموال بمعنى لو حد النهاردة معه إرشين فيه بنوك الوطنية وفيه البنوك الاستثمارية وفيه البوست الخزانات كتير قوي صح ولا لأ؟ يروح يعمل إداء في باقي يفتح حساب في باقي يعمل إداء وخراسه متطمن ومعه الكارت بتاعه طيب اللي معاش شوية أسرار يحطها فين النهاردة أمناء الأسرار أقل تواجدا من أمناء الأموال إحنا عايزين المسلم لا يفش سر أبدا النهاردة تلاقي حد يقولي أنا عايز أقولك على حاجة بس ما تقوليش لحد أمة لا إله إلا الله بتعرف طبعا خاصة لو قلت ما تقولش لحد وكأنها دي بقت كلمة السر يعني اللي عايز ينقل الخبر يعني يقول على طول اللي عايز ينقل الخبر يقوله أنا عايزك بس ما تقولش لحد فالأسرار الزوجية دي ما تطلعش حتى ولا للولاد والنبي عليه الصلاة والسلام شدد على هذا الأمر وقال إنه كبر عندك شيء الله يبغضه أن يفضي الرجل إلى زوجته وبعدين يقول الأسرار دي مرة ما ينفعش تتقل طبعا طبعا فإحنا بنقول بقى يبقى الأسرار نوعين في حاجات بتتقل وفي حاجات ما تتقلش فإن أنا أدردش مع أمي في حاجات تخصني أو بفكر دي أنا بفكر أعمل إيه بفكر ما فيهاش أي مشكلة خالص أنا على المستوى الشخصي فحدود المسموح أنا بعتبر أن هذا بر لون من ألوان البر أمي طبعا أغلى الناس عندي ست الحبايب لكن يمكن إحنا بنتكلم في الموضوع بشكل أكبر شوية فيما يخص زوجاتي دي حاجة تخصها هي بقى ما ينفعش لا يعني الرجالة اللي متعودين أنه هما يحكوا للأم كل حاجة ما ينفعش هما صغيرين ده طبعهم إنه يجي من برة يحكي لها النهاردة حصل واحد اتنين تلاتة فبيبقى فيه ريبورت يومي عن بيته وعن حياته أتحدث فيما أملكه أنا أنا هو اللي بتجيب عليه النفقة يحط إيده في جيبه وينفق صح ولا لا طبعا إنما حط إيده في جيبه تاني عشان أنفق مش من حق مش من حق إذا حط إيده في جيبه تاني إزاي فإحنا دايما حتى دايما لازم نرد ولدنا على كده كل واحد أنا يتكلم عن نفسه أقولنا مرة قاعدين مرة وشيخنا بقى بيعلمنا الله يدي له الصحة والعافية وبعدين جي حد دخل علينا إحنا قاعدين في المازجد فأم واحد قال لي أحب أعرفكم فلاني الفلاني الفلاني وعلاني العلاني العلاني والشيخ مسكه بعدها قال تمالك كل واحد يعرف نفسه وما تصور بطيقهم بالمرة وتديها لهم وتديها للي جاي ده أنا مش من حق أتكلم عن حد أنا عايز أقول عن نفسي حاجة أقولها إنما حاجة تخص الآخر ده أنا لسه جاي كنت يسايب أحمد من شوية يفرض أحمد مش عايز يقول أورط الراجل ليه صح هيجي أقول له ألا ده كنت أقعد مع رمضان مبارح لكنه مش عايز يقول سبحان الله يبقى ده ده ما ينفعش ده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت عودوا ولادكم على الصمت النبي علمنا من صمت نجا ما يبقاش وادرق غاية كده يعني حين الأطفال هم صغيرين ييجي عمه زيارة عارف يا عمه ده ماما بارح وهي بتطلخ عامت ايه في المطدق في ولاد كده الصرار البيت كلها تلاقيها مع الميس في المدرسة وأول ما الاب ييجي ويدخل من باب الشقة يحكي يزيل الروبورت كامل والله راح يزور تيتا والأطفال يشتغلوا رويتر لا ما ينفعش طبعا حتى لو ابني جاي يقول لي قالوا لا ما تحكيش حاجة اللي تشوفه ما تحكيهوش فيبقى الأمور اللي في البيت في حاجة تخصني أنا على المستوى الشخصي أنا أقولها اللي أنا عايز أقولها له أقولها الأخويا أقولها الصحبي أقولها الحبيبي أقولها الأمي أحب الناس إلى قلب إنما فيما يخص زوجتي لا مش من حقي والإسلام والدين شدد على هذا خلاص كده الإجابة واضحة والمؤمن لا يخون الأمن أبدا صحيح طبعا طبعا ده المفروض طيب كتب الكتاب بقى والسؤال بتاع شوفوا يا جماعة واحد طلع عسيم الجواز خلاص بأطمراته بس إحنا مستنين بقى الزفاف طيب إذا أسد لا ستر فقد وجب المهر ده 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 رأي فقهي غير رأي الجمهور بمعنى إيما واحد كتب كتابه على واحدة هو له أن يخلو بها مراته يقول له بوس أصل المطلقة قبل الدخول بيها لها نصف المهر المطلق قبل الدخول بيها لها نصف المهر يعني لوحد كتب كتابه على واحدة وتم الطلاق قبل الآن ومحددش زفاف هي لها نصف المهر تمام طيب لو اختل بيها وكانوا بيخرجوا مع مراته بقى واسمه بقى موجود عندها في الرقم القوم بتاعها زوجة فلاني لفلاني وأسيمة الجواز طلعت ولو طالع المطار ومسافر هو وهي دلوقتي حاش يقوله طريح فين ولو دخل أي قتيل دلوقتي وبيحجز قودة ضبل ما حاش يقوله طريح فين طيب إذا أسدل سيترون فقد وجب المهر نقوله خلاص بقى تبعك شوف فإحنا بنقول يا جماعة العرف بناخد شرعي يعني نراعي العرف هي صحيح مراته بس إحنا حددنا معاد عشان نعمل الزفة الكبيرة بقى والليلة الكبيرة والناس كل عطا والناس تفرع وهيلبس الفستان الابيض وهيلبس البدلة السودة وهيلبس الببيونة الحمرة وهكذا فنراعي الأمور الاجتماعية الشكل الاجتماعي الشكل الاجتماعي اللي احنا تعودنا عليه اللي احنا تعودنا عليه الأعراف أعراف الناس ومع هذا انها مراته أحنا هم بيكلموا بعض في التليفون بيحدث بعض المشاعر ما بينهم مراته ازيك يا كذا ويطلع بقى شوية مشاعر كده مراته كتب كتابه عليها ودفع المهر ولبس الشبكة وخد قسمت الجوانس مراته هم